ان بالاضافة الى استدعاء او تضمين الغنوشي في القضية ناماها دية انتسي بالجاسم باعتبارك ممثل عن حركة النهضة باتخابات 16 والفين عن ولاية كبيلي اصدر رئيس الاول بحكمة المحاسبات رجيب الكتاري تصريح يقول كونه ان القضية موضوع نظرة دائرة جهوية بحكمة المحاسبات بقفصة تعلق بمسألة اللوبينك والتمويل الاجنبي حزبين المذكورين ونعينكم ضهلي حكم ابتدائي بخمس سنوات بجاسم نعم سيدي شوف سيحسين انا لا ادري تدخلي السابق هل انا مر منها شوية ولا لا الاضغة نعيد نعم ساختصر معك انا توجهت بالتحية لكل العاملين في قناتكم واشكلكم عن استضافة والتحية لكل ضيوفك ولكل المشاهدات والمشاهدين بالنسبة لنا ما قد اصدرنا بيانة واضح جدا وانت عديت منها الكثير هو استهداف للحركة لتلبية انتظارات وطلبات الحاقدين والشامدين بالنهضة الذين صفقوا للانقلاب لمجرد بانه انهم يعتقدون بانه شوف يضرب حركة نهضة التي يعجزوا على هزمها ومنافستها في الانتخابات ويريدوا ان يحرك العجلة انتعال اقبال على الاستفتاء بانوان انا بس انهاج لكم هذا الغول الذي لم تقتلوا عليه اتهامات طاطلة ليس لها اي اساس من الصحة حسابات المجموعة كلها رئيس الحركة والسي حمدي والسي رفيق وكلهم امامهم الرئيس مصرح بكل ممتلكاته ومكتسباته ولن يأثروا على اي لا تبييض ولا 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 تبويل اجنبي ولاشي فقط هي كما كل مرة يعملوا انوان قضية باش صدق البعض يرقصوا وتمروا واه وان قيس سعيد البطل قيس سعيد باش يريحنا من النهضة والكثيرون يساندون الانقلاب لمجرد اعتقادهم انه باش يريحهم من النهضة واحنا لا نحارب الفاشية والشعبوية بالفاشية والشعبوية للمحاربهم بالديمقراطية وبالشرعية وبالدشتور وموقفنا في هذا المجال قيس سعيد منقلم وحنس اليمين وخلى تخلى عن العهد والقسم وخان الامانة ونحن محافظون على الامانة ومتمسكون بالدشتور وشعي واضح جدا ومقاطعتنا للاستبتاء هي من باب ما بني على باطل هو باطل بالنشقة دي للمحكمة المحاسبة انا رئيس قائمة الحركة في جبلي والمحكمة المحاسبات في جفصة استبعت لنا خمس قائمات جبلي وتوزر وجفصة وبوزيد وجسري وأنا عندي التقرير الاولي الذي على اساسه قدمنا للمحاكمة تبرئة كاملة من اي سوء تصرف في مالية القائمات وان الغسابات كلها سليمة وواضحة وان التوصيهية يرجع المصاريب التي قدمتها القائمات من تنويل العمومي حسب القانون الانتخابي هذا يكتم بعضوري انا ومحامي القائمات الخامسة ثم بعد ذلك اشاروا الى ان هناك موضوع اللوبيينغ اللي هو عام ليست متصرا باية قائمة وقلنا لهم هاتو ما يثبت انه احنا عملنا اللوبيينغ عملنا 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 عوكلنا لأي انكان مش عمل عاكل بصف حركة النهضة لا يوجد اي شيء من ذلك هو قرار شياسي بامتياز لكي يتخذ القرار وقرارا بحل قائمات حركة النهضة ثم بمنع نواب حركة النهضة من الترشح لمدة خمس سنوات وهذا الانقلاب يكشر عن انيابه ويظهر وجهها الحقيقي الذي لم يفاجأنا طبعا احنا عندنا استئناف ونحلق في القضاء وسوف نستأنف وليس هناك نتائب القانون واذا كان ثم نتائب سلطة تشريغية برمتها عملنا قانون عدد واحد لسنة تلفين واثين وعشرين المؤرخ في الثلاثين مارس اذار يلغي ويضحر في كل الاجراءات الاستدناعية هل نفهم من كلامكم سب جاسم؟ لا يأتيب سلطة تشريغية ولا سلطة قمائية وحد المنزل العراج القمائة وحد العلية المستقدة للانتخابات الشرعية بذلك كان سب جاسم عذرني ما عدرا سب جاسم؟ بل احكام هذه نعتبرها احكام تشريغية للقضاء رغم تنسيهنا للقضاء ورغم ايماننا بالخضاء المستقل ونحلق اليوم القضاء المضربين عن الجوع لحياتهم مهددة بالخطر المعارضين اليوم للانكلة قداش جبهت ضد الاستفتاء اه 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 انصار قيس الاقربون من نوع السيد زكراوي والتصفات البدعيب وما كتبوا وما قالوا والنهضة هي بالعكس التأول بيانة تعلم ذا المخالش وسوف يأخذوا في الساعات القريبة القادمة جهبة الخلاص طبعا بيانها يلزمنا ونحن نزلق منه ومقاطعين مسار الاستفتاء وسوف يجنوا وحفة القانون حيث التطبيق هذا التشتور يعني التشتور ممنوع ومفروض والاشتبتاد ولا الديموقاط وكل العيوب التي قارها فيه أصلا اللي كلفهم هو بتقديم مشروع